راك حابت لي تليفون جديد ومعرفش تشري وراك تحوس على تليفون يكون شباب وتاني كود مع كل موضة طويلة فا حمد ربي راك تحت في الفيديو صحيح صحا مول ما عجبكم الفيديو السابق اللي تكلمنا فيه على أفضل هواتف في الجزائر في سنة 2023 والفيديو وصل فيت مئتين ألف مشاهده فهناو عرفت بلي الفيديو وعجبكم وراني عند كلمتي ودتلكم جزء الزاوج اللي ستكلمون فيه على أفضل هواتف في الجزائر في سنة 2023 والحاجة اللي نقدر ضمنها لكم أن الهواتف في هذا الفيديو ستكون بزاق بزاق شابة وتاني نضمن لك باللي ما راح تندم لو كان تشري أي هاتف باللي حنت تكلم عليهم فعلى هذه تبع معي هذا الفيديو مليح مليح بس صح قبل ما نبدأو ما تنساش تخلينا جميل هذا الفيديو باش نوصلوه كالعادة التلت على فنجا وتاني فطرقك لا تنساش تشترك في القناة والادينا اعبوني كم باشي وصلوك كامل الفيديوهات تاني جديده ودروق اكواجد اكيواجدو ايا نبدأو صاحا في ادتج مليح حتى 30 مليح سنتيم اختاريت لكم الريلمي C53 اللي جانا مع بطارية بزاف بزاف شابة اللي جينا بحاجم 5000 ميلي امبير ولي هي ساعة مليحة وكبيرة بس صح الحاجة الشابة في هذه البطارية هي سرعة الشحن لانها يأتينا مع سرعة شحن 33 واط فهذه حاجة شابة بزاف والحمد لله هنا بدنا نشوفه كتر من 18 واط في هذه الفئة سيرية فهذه حاجة شابة بزاف وكما قلنا البطارية هالتليفون شابة صاحا عطني دقيقة من وقتك جبتك تطبيق رح يفيدك بزاف بزاف ولا بالي احتاجيتها مقبل ولا رح يجين هاروين تحتاجه ولا بالك تحتاجها دروك صحة هالتطبيق هو EPDF فأمر ما تحمل تطبيق من الرابط الموجود تحته في ديسكليبسيون مع العلم ان هالتطبيق موجود في الاندرويد ايو اس وماك اس والويندوز اي كامل المنصات زيد هالتطبيق من اسمه EPDF ثم رح يخليك تعدل وتبدل في الملف تاعك فتقدر تدف توقيح تاعك ولا ستيكرز ولا تحب زيد كتبه تعدل كتبه ولا تبدلها بلاسته ولا الحجم التاحه ولا تاني تغير مكان صورة في الملف بالمختصر تعدل وش تحب وكيمة تحب زيد تقدر تاني تقلع الووتر مارك ولا العلم المائي وهذه ميزة ممتازة وقليل من تلقاها في التطبيق وزيد باطل نعم باطل لان EPDF تقريبا قل أدوات ومميزات لفيه مجانا وتاني الحاجة الفريضة اللي كان في هذا التطبيق انها يخليك تحول ملف EPDF الى بزاف فورمات منها JPEG PNG XML HTML وحتى Word وتاني فيه ميزة تخزين السحابي وعندك إما 10 أو 20 جيجا صحة وآخر ميزة وأهم ميزة فيه وهذه هي AI أو الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك تلخص لك ملفتك ويترجمها لك إلى أي لغة تحبها أو حتى يشرح لك أي شيء في الملف لا تستطيع فهمها وهذه الحاجة الصراحة عجبتني بزاف بزاف في EPDF صحة إذا كنت تريدك كم المميزات لفي هذا التطبيق رغم ذلك العرض الذي ينقص لك فيه 63% وإذا شريت 12 شهر سيزيدون لك 14 شهر بطل من عندهم طبعا إذا شريت من الرابط الموجود تحت في الديسكريبسيون وزيد الثاني إذا شريت رخصة واحدة ستمتشالك بأربع أجهزة مختلفة وهذه ثانية حاجة ممتازة بزاف بزاف فكما قلت لك سأحمل هذا التطبيق سأتأكد ستحتاجها وكما قلت لك رابط تحميل هذا التطبيق ستلقاه تحت في الديسكريبسيون وذلك ما نطورش عليكم بزاف نرجع للفيديو صاحب بالنسبة للشاشة تأتينا مع معدل تحديث 90 هرت اللي ستعطينا سلاسة أكثر في التسفح وفي التنقل بين تطبيقات زيد شاشة هالتيريفون تأتينا مع سطوء يصل حتى 560 نت والذي هو سطوء مليح وثاني تأتينا مع قتلة بيسي لات 390 بيكسل في كل إنش وما قالوا لناش إذا التريفون يأتينا مع طبقة حماية أو لا لا بس صح في العموم شاشة هالتيريفون شابة خاصة كده وأنها شاشة فول اتش دي مع معدل تحديث 90 هرت وهذه حاجة شوية قليلة في هذه الفئة السعرية صحة بالنسبة الكاميرات هالتيريفون رح يأتينا مع زوج كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل تطورنا فيديو فول اتش دي 30 فريم وبالنسبة الكاميرا أمامية تأتينا بدقة 8 ميجا بيكسل تطورنا فيديو اتش دي 30 فريم والتي هي كاميرات مليحة وجيدة فالصح نخلي الناس اللي يجربوا هالتيريفون يكتبوا لنا رأي التعم عليه تحت في الكومنتر فإذا عندك التريفون ولا جربتها التريفون والقاميرات التاح كتب لنا رأي التاعك تحت في الكومنتر عليهم وبالنسبة للمعالج هالهاتف رح يأتينا مع يونيسوك تي 612 بدقة 12 نانو متر مع معالج وصميات من نوع مالي جي 57 مع اندرو 13 وواجهة رين ميو اي وبالنسبة للتخزين هو 6128 جيجو واللي هو معالج باب وملح خاصة أنه يعطينا في منصة أندضو بنشمارك حوالي 250-160 ألف نقطة هاكك بس صحي إذا انت من محبي الألعاب ورح تحوص على التريفون يكون في معالج باب أي رح تحوص فقط على المعالج لانا تحق تروح مع الأوبو آس وصون دي ست رح يعطيك أداء خير في الألعاب فتقريبا هدا هو التريفون تعنا اللول اللي كان في فئة 10 ملايين سنتين وذلك ما نطولوش بزاف رح نتكلمو على التريفون اللي مورا صح في فئة 10 ملايين سنتين وبيحق الفيديو السابق إذا تعقلوا تكلمنا على ريل ميديس ففي هذا الفيديو ببعنا رح نروح مع الجالاكسي أفاندقات صح الجالاكسي أفاندقات عندها تقريبا نفس المواصفات تعريل ميديس خاصة بالنسبة للمعالج اللي يجونا مع النفس المعالج اللي هو الهيليو جي 99 اللي هاد معالج يأتينا بدقة 62 نانومتر ومع معالج وصميات منه عمالي EG57 MC2 ويأتينا مع أندرو 13 بواجهة وانيو آي 5.1 الخاصة بسامسونج اللي هي واجهة خفيفة وساليسة ورح تعطيك آداء شباب ورح تعاون المعالج في السلاسة فمع هالتليفون غينسى مشاكل صوفتوير ومشاكل تقطع وهاد صوالح وبالنسبة لتخزين عندنا شحمة نسخة هنا في الجزائر كان نسخة 128.4 جيجا فرام اللي دخلت ما عندهش بزاف كان نسخة 128.6 جيجا فرام وكان نسخة 128.8 جيجا فرام وتقريبا كامل رام بتحت 4 ملايين سنتيم صح نروح ودروق الحاجة المعروفة بها سامسونج واللي هي الشاشات فنرمامو هالتليفون رح يأتينا مع شاشة شابهم وهذا هو لأن هالتليفون رح يأتينا مع شاشة بحجم 6.5 إنش بدقة Full HD Plus من نوع Super AMOLED مع معادل تحديث يصل حتى 90 هرت وصوطوع يصل حتى 1000 نت فهالتليفون برا رح تشوفه بكل سهولة وبكل أريحية زيت الشاشة هنا رح تأتينا معكثة بيسي لت 396 بيكسل في كل إنش وما قالت الناشة سامسونج إذا دلت لها طبقة حماية ولا لا بس صح في العموم انت دي لها انكرا صابل وحرز عليه صح كما لابنا سامسونج عندها شاشات بزاف شابه وهذا هو الحال مع غالاكسي أفانس قات رح يأتينا شاشة مشبعة الوان شابه دقة ملاحة فإذا انت من محبي الشاشات هالتليفون هو أفضل خيار لك صاحة بالنسبة البطارية رح تأتينا بحاجم 5000 ميلي أمبير والتي هي ساعة ملاحة وشابه والتاني مع صرحة شحن 25 واط وكننا روح للكاميرات رح يأتينا مع ثلاثة كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل ويصورنا فيديو في الـ HD 30 فرام وبالنسبة الكاميرا الأمامية تأتينا بدقة 13 ميجا بيكسل وتصورنا فيديو تاني في الـ HD 30 فرام ما العلم أن الكاميرا الخلفية فيها تثبيت بصاري فهذه الثانية حاجة ملاحة ورح ديدلك من التابات فهذا هو الغالاكسي أفاند كارت واللي اختاريتها في فئة 30 ملايين سنتين ودروقنا نروحوا للتيريفون اللي مورا موسيقى صحا في فئة 4 ملايين سنتين ولا بسعر بين 4 ملايين حتى 5 ملايين سنتين ما رحش مع ريلمي 11 وما رحش تاني مع أوبو A78 ونظن قليلة سعرفوها التيريفون اللي هو سامسونج غالاكسي أم ترانس كارت لا يوجد الكثير من التخلي الجزائر ولا رحش معروف كثيرا لكن هذا التيريفون سيأتي مع معالج كثيرا 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 دقيقة دقيقة وشرك تقارع باش ديناجام خبط تحته ديناجام دعنا نوصل هذا الفيديو إلى 3000 مجام سيبون؟ ايا صحيت لأن هذا التيريفون سيأتينا مع شاشة بحاجم 6.5 إنش بدقة FHD Plus من نوع Super AMOLED زيد مع معدل تحديد 120 هرت وثاني مع صوته يصل حتى 1000 نات زيد هذا التيريفون سيأتينا مطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5 فهنا بالمجمل سيأتي لديك شاشة مت كاملة مكامل ليكوتي ومكامل نواحي شاشة من سامسونج سيأتي ألوان شابه ومشبعه زيد دقة مليحة معدل تحديث مرتفع طبقة حماية قوية لا تزيد بالنسبة لبطارية ثاني سامسونج طلت ودارت لنا بطارية ضخمة وكبيرة بزاف بحجم 6000 ميلي أمبر والتي ستكمل لك النهار ألازقا زيد بالنسبة للشحن السريع سيأتينا بسرعة 25 واط والتي هي السرعة بالنسبة لسامسونج ما قد نقوله مقبولة ولم لاحة وكنا تكلموا تانية على الكاميرات فيهم حاجة مميزة وشابه اللي سيأتينا مع ثلاثة كاميرات خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل والحاجة المميزة فيها والممتازة فيها أنها تصورنا فيديو كاتكا 30 فريم وعلى حسب وشان يا عاقل ما كانش تيريفون في هذه الفئة السيارية يصورنا فيديو كاتكا 30 فريم وبالنسبة لكاميرا أمامية تأتينا بدقة 13 ميجا بيكسل بالصح تصورنا فيديو في الـ HD 30 فريم والتي هي في العموم ضيقة مليحة وشابه صحة تركنا نتكلموا شوية على المعالج اللي هو أقوى ميزة في هذا التيريفون اللي سيأتينا مع مع معالج بنوع إكزينوس 1208 بدقة 5 نانومتر ومع معالجة 180 مالي G68 مع آخر إزداء من الأندرويد اللي هو أندرويد 13 وواجهة سامسونج 1UI 5.1 اللي كما قلنا هي واجهة خفيفة وبالنسبة للتخزين يأتينا مع 6 و 128 جيجا صحة ما نهضره بزاف نهضره بالأرقام هذا المعالج سيأتينا من نصة أنتو بيشمارك حوالي 480 ألف نقطة وهذا سكور بزاف بزاف شباب وقوي فهنا تعرف باللي هاتيف ونرح أعطيك آداء قوي وبزاف شباب مثل المحبي ألعاب والناس التي استعملتها متقيل ومكتف هذا هو أفضل خيار لكم ودروك أنا كملنا مع غاركسي أمتروتقات ونرح نتكلم على التليفون اللي عندنا بفئة 5 ملايين سونتين بفئة 5 ملايين سونتين اخترت لكم ريلمي 11 برو اللي هات تليفون رح يأتينا ثاني مع الشاشة شابة بزاف بحاجم 6.7 انش بيداقة فول اتش دي بلاس من نوع الأعمولات وبيكث بيكسيلات 324 بيكسيل في كل انش زياد ما معدل تحديث 120 هرت وصوتها يصل حتى 950 ألف نات بصح الحاجة الشابة فيها أنها تأتينا مع تقنية HDR 10 بلاس اللي رح تأتينا ألوان وتباين خير وأفضل في الشاشة زياد رح تأتينا ثاني مع مليار اللون فالألوان ثاني رح تكون أفضل في هذا التليفون وبالمجمل هي شاشة مليحة بصح العيب التاح الوحيد أن ريلمي ما قاتلناش إذا فيه طبقة حماية وللو بصح من غير هذه الشاشة رح تأتيك ألوان شابة صوته مرتفع وثاني ثلاثة في الاستعمال بحكم أنها يجينا مع 120 هرت وكن رح تكلم شوية البطارية ورح تأتينا بها حاجة 5000 ميل أمبر والتي هي ساعة مليحة والثاني مع شه سريع 67 واط وهذه ثاني حاجة مليحة وشابة صح بالنسبة للكميرات هالتليفون رح تأتينا مع زوج كاميرات خلفية الرئيسية تأتينا بدقة 100 ميجا بيكسل وتصورنا فيديو كات كات 30 فريم وهذه ثاني حاجة شابة ومليحة في هالهاتف وبالنسبة للكميرات أمامية تأتينا بدقة 16 ميجا بيكسل وتصورنا فيديو في الـ HD 30 فريم وهما كاميرات في المجمل ملاح على حسب ثاني والشفت في اليوتيوب والصور اللي تقطوها الناس بهذا الهاتف صح بالنسبة للمعالج هذا الهاتف رح تأتينا مع ديمان سيتي 7.50 بدقة 62 نانومتر مع معالج الصميات من أعمالي G68 MC4 ويأتينا مع أندري 13 واجهة رينمي اي 4.0 وهو ثاني معالج ملاح ورح يساعد الناس لحبوا الألعاب والناس اللي يستعمل تحهم مكتف واتقال في الـ HD 30 فريم وبالنسبة لتخزين عدنا 128.8 جيجا فريم صح دروكم منا مع رينمي اونس برو ونروح ودروكم نتكلموا على آخر هاتف عدنا في هذا الفيديو صح اخر تيلي فنعتنا واللي غادي يكون في فئة 6.0.000 سنتيم اللي هو الجالاكسي اسي كونتقات اللي باينا رح يجينا مع شاشة شابة واللي غادي تكون في حجم 6.4 انش بدقة Full HD بلاس بالنوع Super AMOLED زيت مع معدل تحديث 120 هرت وصوات ضعية حتى 1000 نت ومع 3 بيسيلات 403 بيكسل في كل انش ثاني مع طبقة حماية قوية Gorilla Glass 5 وتاني دعم تقنية HDR 10 بلاس لذا تعطي كما قلنا ألوان وتباين أفضل في الصورة وفي الألوان واللي في المجمل هاتي شاشة شابة وملايحة وهذه عن تجربة صراحة رح تأتي شاشة بشبعة ومع ألوان شابة وبالك العيب بتاحها الوحيد أن الحواف بتاحها شوية كبار هذا هو العيب الوحيد بالك في شاشة هاتف تيلي فون بس صح من غير هذه كما قلنا شاشة شابة صح بالنسبة لكاميرات هاتف تيلي فون رح يأتينا مع ثلاثة كاميرات خلفية رئيسية بداقة 50 ميجا بيكسل وفيها متبت بصري وهذه حاجة شابة بزاف وتصورنا تاني فيديو كاتق 30 فريم وهذه تاني حاجة بزاف شابة وبالنسبة لكاميرا أمامية تأتينا بداقة 32 ميجا بيكسل وتصورنا فيديو كاتق 30 فريم ثاني وهذه تاني حاجة ممتازة واللي بالمجمل وعن تجربة الكاميرا تحت تليفون نقدر نقول لك بللي من أفضل كاميرات في الفئة السعرية هذه وحتى أفضل من الكاميرات ريلمي أونس برو بلوس صحة بالنسبة لبطارية تأتينا بحجم 5000 ميلي أمبير ومع سرعة 25 واط واللي بالنسبة لسامسونج هي بطارية ملاحة لكن تاني ما ننساوش باللي كانت تليفونات في الفئة السعرية ويعطونا 100 واط كما ريلمي أونس برو بلوس بس صحة إذا ترك حاب تليفون فقط من سامسونج ولما تهمك سرعة شحن فالتليفون ما غد يكون خيار بزاف شباب صحة نتكلم مدرك شوي على المعالج اللي يأتينا مع الـ Exynos 1380 بدقة تصنيع 5 نانومتر ومع مع معالج 888 مالي G68 MP5 وبالنسبة لتخزين يأتينا إما مع 128 جيجا وستة جيجا فرام ولا 128 وثمانية جيجا فرام واللي في المجمل هو معالج مليح مش الأقوى في هذه الفئة السعرية طبعا بس صح معالج باب وتعتمد عليه خاصة مع واجهات سامسونج اللي كما قلنا هي خفيفة ورح تساعد المعالج ففي المجمل هذا هو الـ Galaxy A Second Cut اللي هو آخر هاتف عدنا في هذا الفيديو فاقبت تقريبا هادو ما كامل هاتف اللي عدنا في هذا الفيديو فنتمنى الهاتف اختاريتهم في هذا الفيديو وعجبوكم وإذا كانت تريد فوقت آخر تاني مليح وما تكلمت عليه في هذا الفيديو كتبوه لتحت في الكمونتر بالك نزيد ونديرو جزء الثالث ودركوا جماعة وابقا لعين قولكم شكرا على المشاهدة وما تنساوش جامد الفيديو باش نوصلح للتالف جام كما قلت لكم ومنديرو جزء الثالث وتاني تشترك في القناة هاكا باشي وصلك الجزء الثالث وتاني فطرقك ما تنساش تبرتاجي هادو فيديو لأصحابك لمحابين يشيروا تليفون جديد لأن هادو فيديو يعني متأكد رح يعاونهم بزاف فارسل لهم هادو فيديو ونتلاقا وجمعا في الفيديو الجاي ان شاء الله